حضرات السادة المشاهدين أهلا و سهلا و مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم و برنامجي ابن البلد نهاردة جيني تكلم في النجاح إزاي تحول نفسك من سلبي لإجابي إزاي تبني نفسك إزاي تبقى بقيد عن مخاطر السوشال ميديا والتيكتوك واليوتيوب وتبقى إنسان ناجح في المجتمع يبقى عندك شركة تبقى تاجر تبقى راجل محترف في السوق المصري أو في السوق العالمي بس قبل الحلقة دي و قبل مبدأ الحلقة عايز أقول للسادة المشاهدين بصراحة أنا كنت اليومين اللي فاتوا دول بأمروا بظروف صعبة جدا 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 ظروف مرت بيها كانت وفاة جدتي اللي ربتني و علمتني و كانت بتدعيلي دايما اللي أنا أبقى ليه مستقبل و ليه هدف في حياتي كنت عايش في الدنيا دي على دعوتها يعني و أنا مقدرش يأنكر قدام السادة المشاهدين ولا قدام الناس يتفرج علي بما إني بوصف نفسي أقل برنامج في مصر أو في الوطن العربي كله برنامج متواضع جدا 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 برنامج ابن البلد برنامج دايما بيطلع من القلب للقلب فيش عندنا ما بنصطنعش الكلام عشان نقوله للسايد المشاهد أو للسادة المشاهدين في كل مكان السادة دي كان لها فضل عليها كبير جدا لها ربتني و كبرتني كنت عايش على دعوتها أنا آسف اللي أنا أطلع عن سياق الموضوع أتكلم معاكم في الموضوع ده بس أحب أوضح للسادة المشاهدين اللي ورا كل ناجح ورا كل رجل ناجح ست محترمة ربت وعلمت وكبرت وعلمت ويحترم الناس اللي هو عايش معاها يحترم مراته اللي يتجوزها يحترم عياله يحترم الدنيا فالستي دي لها فضل عليها كبير جدا 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 كنت عايش على دعوتها اللي أنا كنت نزل روح يا ابني ربنا يحب فيه خلقه روح ربنا يكفيك شر المرض ده الكلام ده محدش يفهمه غير الناس اللي هي طيبين المخلصين روح ربنا يديك الصحة آخر مرة روحت لها فيها وأنا آسف اللي أنا أطلع براسيك الموضوع الست دي زي ما يكون كان قلبها يحاس اللي مش هتشوفني تاني يعني ولا هيا ممكن تشوفني تاني خدت ايدي قاعدت توص فيها توحشني وانت أنا أسرت معاها كتير كنتش بروح لها كنتش بروح أزورها كتير بسبب مشاغلي وبسبب اللي كل واحد وراه مسؤوليات وراه حكايات فأنا بجد يعني حاجة دي أسرت فيها جدا من الفترة اللي فاتت أنتو متعرفوش إحساس الأم لما بتروح من الإنسان بيبقى شكله عامل إزاي ها دي بقى كانت بالنسبة لي أم وقب وصاحب وصديق فأنا زمان كنت بقول يا رب مثلا أنا مين اللي عيدعيلي مثلا بل إيه هي بتقولي الدعوة فأنا فقدت حاجة كبيرة جدا 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 سبب وصولي لهذا المكان سبب وصولي لهذا البرنامج المتواضع البسيط سبب ظهوري في أي مكان سبب اللي أنا فيه دلوقتي كله بفضل الربنا سبحانه وتعالى ثم للستة العظيمة اللي ربت وكبرت وعلمت وكانت لما بقى تعبان بتوقف جنبي في كل ما إحنا لقيها معايا أنا فقدت أكبر حاجة كانت ممكن فقدت حاجة أكبر من الدنيا دي كلها مش قادر أوصف لكم الفراء ده شكله عامل إزاي مش قادر أوصف لكم يعني إيه إنسان بيفتقد حاجة كانت غالي عليه وحاجة بتؤثر فيه وحاجة كانت بالنسبة له كل حاجة أنا الأول كنت عايش على دعوة الستة الطيبة اللي رحمها الله عز وجل سأنا مش عارف بقى أنا هل أكمل بقى في البرنامج اللي أنا فيه أو أنا أخسر حاجات في شغلي أو أنا أخسر الناس الناس اللي بقيت فيه ناس منها نفسها وحشة جدا 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 الناس بقيت بتخترع الشر عشان فأنا كنت عايش بدعوة ستة راحت ورحمها ربنا رحمها من شر الحياة وشر الناس وأنا كنت عايش على دعوتها يعني كنت بقى أما بقى عايز أخش قبل ما أخش البرنامج والنا بدعيلي قبل ما روح الشغل طب والنا بدعيلي طب أنا النهار ده بقى مين اللي عيد عيلنا مثلا أو مين فأنا لو فقدت أي حاجة في حياتي بعد كده فأنا عبقى فقدت قبل ما أفقد أي حاجة في حياتي الست اللي راحت دي والله العظيم بجد دي حاجة حاجة كتبيرة أو بالنسبة لي حاجة كتب معاوضاني كل حاجة ممكن أكونوا تحرمت من حنان الأم وأنا صغير آه هي عوادتني تحرمت من أب وأنا صغير آه هي اللي عوادتني كل ده وأنا ما بسطنعش الكلام أقوله ولا أخبي حاجة على الناس اللي بتسمعنا عشان الناس اللي بتفرج علينا أصر ممكن أقدم رسالة بسيطة وطنية في حب هذا الوطن العظيم ما بسطنعش الكلام بس بجد أنا فقدت حاجة كبيرة أوى ماتفتكر مش عاد نشهادة لو وصف لكم اللحظة اللي أنا كنت رήح لها فيها في البيت آخر مرة وقاعدت تبس في ايدي أنا حسيت اللي روحي بتتصحب مني حسيت اللي أنا عافقدها حسيت اللي أنا مش هشوفها تاني والله العظيم بجد أنا حسيت اللي أنا مش هشوفها تاني حسيت اللي أنا فقد أمل وروح وكنت عايش عليها ومش لقيها زي ما حد من عائلتي قال يا رب هي لو عظمة في قفة احنا عايزينها يا رب هي لو تعبانة ومريضة فاحنا عايشين بنفسها احنا عايشين بروحها فكل الحاجات اللي جوايا دي انا مش قادر اوصفها للسيد المشاهدة او للسادة المشاهدين كمية الوجع وكمية القهرة وكمية التعب وكمية الاحساس اللي أنا عايش بيه دلوقتي مش قادر اوصف للسادة المشاهدين قدي الفراغ طعم وحش قدي الفراغ ما فيش حاجة بتعوض ولا عربيات بتعوض الفراغ ولا فلوس بتعوض الفراغ ولا ناس بتعوض الفراغ ولا اي حاجة اللي بيعاود الفراغ ربنا صحانه وتعالى ولا بيعاود الفراغ تفضل تقولي رب وتدعي ربنا ان ربنا يسلح حال كل واحد استحنا كنا عايشين بدعوة الناس الكبيرة دي في زل وجود أشرار في المجتمع ناس نفوسها مريضة ناس بتحربك في أكل عيشك بتحربك في لقمة عيشك بتحربك على وطنك بتحربك في كل حاجة يعني كل اللي نقوله اللهم اخفر لها وارحمها شورها مع الصالحين يا رب العالمين وأنا مش قادر أوصف لكم الإحساس اللي أنا عايش وأنا كنت من برنامج ابن البلد النهاردة البرنامج البسيط كنت حابة أعرض فيديو للست دي كتكريماً لها على اللي عملته معايا اللي هي ربتني وكبرتني وهي سبب بالفضل يرجع لله عز وجل ثم بدعوتها ويعالم أنا كان في حد بيدعيلي زمان فدلوقتي مين لها يدعي ومين لها يقول روح ربنا يكفيك شر المرض ربنا يكفيك شر طريقك ربنا يكفيك شر سكتك ربنا يابد عنك ولد الحرام تكيد كلنا كمصريين متعودين على الدعوة الجميلة دي اللي ما كانش بتفريقنا ولا يتفريق حد فينا النهاردة أنا اتحرمت من الدعوة دي وسايب همومي وحملي كله على ربنا في زل الواجع اللي أنا فيه وفي زل القهرة اللي أنا فيها طلع لكم على الهوى وبقدم البرنامج بتاعي عشان ده برضو جزء من حياتي وجزء من شغلي ولو أنا آسف اللي أنا حلقت دقني وكده وأنا كنت عايز أفضل طبعا من حد الاربعين ففي ناس صحابي قوليه لأ دا حرام دي بدع بالتاع بلاش تنقح لأ فأنا كل اللي أطلبه من ربنا اللي هو يغفر لها ويستمحها ويصبرني ويصبر أهلي ويصبر أهل إخواتي وصبر أهل كل اللي عندنا احنا فقدنا بجد شيء عظيم شيء جميل شيء مش قدر أوصف لكم قديه كان بيرايحني قديه لما كنت أترمى في حضنة أحس بالحب والأمان والإخلاص اللي أنا عمري ما أشوفه في الدنيا دي بعد كده بجد والله يا ريت الكنترولي يعيد لنا الفيديو اللي عنده وبعد كده نطلع فاصل ونرجع لكم مع ديوفنا المحترمين وحلقة جديدة من برنامجكم ابن البلد عن النجاح والكفاح انتظرونا بعد الفاصل إن شاء الله آيو ستي صباح ومساء الورد على خدودك على طيف تعطر بياسمين روحك اشتعتلك وكان يا مكان قبل ساعات وأيام في آخر ملامح بالذكريات بعرف قديه تعبتي واصبحت بالوجع بنتي نفسي أضمك بس بخاف تصرخي من الألم وتقولي إيدي وأبعد عنك كل من حاول يمسك الطبيب الكذاب المفتيين بوجعك والمختصين بالمساج وأسألك حضرات أستاذ المشاهدين رجعنا لكم تاني النهاردة بقى في حلقة وموضوع مهم جداً لكل شاب في مصر ما بين اليأس والنجاح كسة كفاح النهاردة عناخد مثال مشرف من الشاب المصري التموح المكافح اللي بنى نفسه من السفر وحاول ينهض بنفسه عشان يكون مثال مشرف للشاب الناجح معانا الأستاذ محمد فتوح أبو ليلا رجل أعمال من اسكندرية أهلاً وسهلاً بحضرتك يا فعل أهلاً بحضرتك أهلاً بحضرتك ومعانا الأستاذ خالد الشيخ محرر بجريدة الوطن والناس من أبناء اسكندرية أهلاً وسهلاً بحضرتك أستاذ خالد أهلاً بك أهلاً وسهلاً بحضرتك أهلاً بحضرتك النهاردة يا جماعة عايزين نوضري للسادة المشاهدين وأعرفهم قدي الإنسان بيبقى يأس في حياته وبيبقى ضعيف ومش عارف يشتغل ومش عارف يعمل ومش عارف يسوي بس لو عنده تموح وعنده مستقبل بنيل نفسه ورسمه في الخريطة بتاعته اللي هو يبقى إنسان ناجح وإنسان يقدر يشتري عربية ويقدر يفتح شركة ويقدر يعمل اللي هو عايزه بدون السوشال ميديا بدون الربح السريع اللي الناس بتجري عليه دلوقت سواء من على التيك توك سواء من على كواي سواء من على يوتيوب النهاردة أنا أحكي لكم كسة كفاح شاب محترم طموح بنا نفسه من لاشئ لشئ الأستاذ محمد فتوح تفضل إفن كنا بقى كسة حياتك ابتدت إزاي وإنت إزاي بنيت نفسك ومين اللي هو قف جنبك وساعدك في حياتك المهنية والعملية تفضل إفن والله أستاذ إسلام هو أول حاجة الحمد لله توفيق من ربنا أول حاجة توفيق من ربنا تاني حاجة إن أنا طول عمري ما كنتش عايز أبقى عبقى على أهلي يعني أنا طول عمري اللي كنت بفكر فيه إن أنا ما كنتش عايز أبقى عبقى على أهلي فالموضوع بدأ معي إن أنا عايز أجيب مصروف اليوم يعني عايز أجيب مصروف اليوم اللي كفيني فاشتغلت واشتغلت في كذا حاجة بدأت في سن صغير الحمد لله جبت مصروف اليوم بعد كده بقى مصروف الأسبوع بعد كده بقى مصروف الشهر فابتديت بعد كده إن أنا أشيل بقى يعني اشيل فلوس من اللي انا بشتغل و بحوشه ده ابتدت اشيل منه مبلغ تماما عشان انت با كده عندك تموح الحمد لله الحمد لله عوضت ابني مستقبل الحمد لله تمام فابتديت بقى لما بقيت باشيل فلوس اتكون معايا مبلغ الحمد لله بالنسبة لي كان مبلغ كبير يعني هو مبلغ صغير بس بالنسبة لي كان مبلغ كبير بالنسبة لك كان مبلغ كبير اللي انت تقدر تبتدي بي حياتك العملية يعني انا مجرب ما ابتديت ان انا كونت مبلغ فابتدأ يبقى عندي حلم بقى ابتدأ يبقى عندي حلم ابتدأ ان انا اجري ورا الحلم ده ان انا عايز انفذه طموحي كبرت سعيد اشتغلت يعني في الوقت الاصحابي وزمائلي كانوا مثلا بيتفسحوا بيخرجوا انا لقى كنت بشتغل بدأت صغيرة جدا كونت الحمد لله مبلغ بدأت اول مشروع ليا كمشروع صغير يعني وانا صغيرة ما حلمتش ان انا ابقى صاحب مشروع اه لا انا اشتغل انا عندك حلم صغيرة حاجة بسيط اللي انت تقدر توصل لهدفك وتوصل للتموح اللي انت بنتها جوه جوه مشاعرك واحساسك عشان التموح دي اللي بيبنيها المشاعر والاحساس طبعا طبعا صح فطبعا لما كونت اول مشروع ليا وطبعا كان معايا الولدي ووالدتي طبعا كانوا بيسندوني جدا 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 ونصايح وتشجيع من والدتي كان فضيع واللي سندني بقى وشريكي وهو من اسباب النجاح الحمد لله اللي احنا الاتنين وصلنا له اللي وقف جنبك وحسيت اللي هو ظهر ليك وسند وحسيت اللي انت بجد كل ما لو قيعت تعطلقي اللي يقومك ويقول لك هو موقف على رجلك واشتغل ويتعبمين اخويا اخويا لان يعني كل النجاح ده الحمد لله الحمد لله هو شريك معايا في اي حاجة وهو كان من اكبر الاسباب اللي خلتنا احنا الاتنين وصلنا للحمد لله اللي احنا وصلنا له بنشوف اليومين دول خناقات ومشاكل عشان الميراث وعشان الفلوس وعشان العمل ما بين الاخوات تحب بتقول تقدم رسالة للشباب اللي بيقموط اخواتهم بيقتل اخواتهم بيتشجروا معاهم عشان الميراث وعشان الفلوس وعشان المشاريع وعشان المحلات تحب توجه لهم رسالة من برنامج ابن البلد تقول لهم ايه؟ والله يقول له من أي حاجة في الدنيا تتعوض إلا الأخ يعني الأخ الحاجة الوحيدة للمستحيل تعوضها يعني لو زوجتك هتتجوز تاني ابنك هتخلف تاني أي حاجة ممكن يتعوض إلا الأخ الأخ ده حاجة ربنا ادهالك كده عشان يبقى في ظهرك ويبقى معاك وتشجعه بعض وما تبقاش لوحدك في الدنيا فأنا أخويا بصراحة يعني جنبي على طول ومعايا على طول وكل النجاح اللي إحنا الحمد لله الحمد لله وصنناله أنا وأخويا أي حاجة أنا وأخويا فاللي عايز أقوله لحضرتك أن أنت هتتعب هتسعى ورحلمك هتجري ورحلمك هتلاقي نتيجة لأن طبعا لازم يبقى عندك ثقة في ربنا قبل أي حاجة ربنا قالك إسعى يا عبد ونصع معاك طبعا فأنت لما تسعى ورحلمك ويبقى عندك هدف عايز تنصله وعندك ثقة في ربنا أهم حاجة أن ربنا حيروسلك للي أنت عايزه طبعا أنت بتتعب وبتشقى فأنت كده كده هتوصل هتوصل لحلمك الموضوع ده كله بيرجع للتربية والسد محمد بمعنى إلا حضرتك عندك أم مثالية بتعلمك الزيت حب أخواتك في البيت بتعلمك الزيت كون أنت سند لأخوك الأب المكافح المحترم اللي كان بيشتغل عشانكم عشان يربيكم بلقمة حلال فدي لها تأثير على نجاحك في المجتمع المواصر بصراحة دي رب الأسرة دي السببب الأول يعني دي السببب الأول يعني أنا والدتي وغالدي طبعا والدتي كان بتشجعنا بترفع زيعة وبتشجعنا إحنا بقوا مع بعض يعني ما تبقاش لوحدك مع أخوك هتنجحوا مع بعض هتوصلوا مع بعض إحنا طلعين أصلا بنحبوا بعض إحنا الاتنين فيعني أنا كان نفسي يبقى معاه في البرنامج النهار ده بس إن شاء الله مرة تانية إن شاء الله المرة الجاية بإذن الله هو ربنا بس يشفيه ويعفى عنه بإذن الله تعالى إن شاء الله يكون في حلقة جاية ويكون موجود معنا لإن برضو أستاذ أحمد برضو إنسان وطموح برضو جدا تمام جدا وسندك برضو وشايف واقف معك كتير وفي حاجات كتير برضو هو مش واقف معايا هو أنا هو واحد يعني أنا هو إحنا الاتنين واحد وإحنا لما اشتغلنا بدأنا مع بعض مش أنا مثلا أنا انطلعته هو لا إحنا بدأنا كل حاجة مع بعض سندتوا بعض سندنا بعض ده مثال مشرف للشاب المصري التموح اللي كان عنده حلمه بسيط جدا حلمه اللي هو كان يفتح بيت يبقى معاه عربية يبقى عنده شقة يجيب أولاد يكافح بما يرد الله عز وجل ما يدرش أهل بلده ما يدرش شباب ما يماشاش في طريق المكيفات ما يماشاش في طريق المخدرات ما اتجهش نحو الربح السريع التيك توك أو اليوتيوب عشان يقدر يحقق حلمه أو يحقق مستقبله اللي هو رسمه رسمه في حياته في أول حياته المهنية أستاذ محمد مع العلم مواليد تلاتة وتسعين شاب احنا ممكن نكون أكبر منه سنا بس شاب حب وطنه حب عامله احترم والدته احترم والده احترم أخوك كبير وأخوك كبير ووالده مثال أعلى ليه أخوك الزغير أخوك الزغير مثال مثال رجل كبير لها اللي هو حاسس اللي هو بجد ليه سند وليه دهر صح آه طبعا طبعا ولما تبقى الوحدة غير ما يبقى معك حد يعني انت ما تبقى حتنجح آه بتتعب وآه بي قابلك مشاكل آه قعدنا فترة حرمنا نفسنا من حاجات يامة عشان نوصل الحمد لله اللي احنا وصلنا السادة المشاهدين بتحبت يعني إيه لما بنعرض عليهم حاجة بنحب ندخلوهم في حياتنا الشخصية شوية عشان نعرفوا الناس إزاي أبقى أحول حياتي من سلبي لإجابي المبلغ اللي انت ابتدت بيه حياتك المهنية وحياتك العملية كان كان بالزبط هو أول مبلغ كان 20 ألف جنيه 20 ألف جنيه يعني بتمن بيتمن مبايل أنا أول مبلغ أول مبلغ بدأت بيه المشروع كان 150 جنيه ده ده على أيامك بقى شيخ بقى إحنا إحنا يعني من قريب برضو مش من بعيد يعني بس المبلغ بالنسبة لنا كان مبلغ برضو كبير مبلغ كان رهيب وكان برضو ما اعملش حاجة قوي يعني احنا أول مشروع فتحناه كان معرض صغير جدا جدا طبعا كنت أنا واخوية برضو والمبلغ ده كان ليا أنا واخوية فلما بدأنا ربنا كرمنا واحدة واحدة بس كنا إيه في حاجات إيامة ممكن نعملوها ما كناش بنعملوها تفاهم وإنت حضرتك اشتغلت حاجات كتير وأكيد إحنا اشتغلنا حاجات كتير حضرتك بقى من ضمن الحاجات اللي اشتغلتها اللي حسيت بيها بالمرمطة وحسيت بيها اللي إنت بتتحب وبتق إيه هي ويرتبس إحنا مفيش حد بيتكسف من لا لا طبعا وإحنا عندنا برضو مشكلة قبلتنا في برضو في العمالة في مصر وفي الشباب اللي هي ما عندهاش تموح خالص تمام تعال دلوقتي يقول له واحد في مثلا إحنا عندنا في اسكندرية في مدينة برج العرب كم مصنع إيه ما تعال اقول له أي حد من الشباب دلوقتي اليومين دولت في شغل بالمبلغ كذا في مدينة برج العرب هيقول لك لا لسه برج العرب لسه برج العرب طب أنت معاك دبلوم أو معاك صنع أنا جايب لك مثلا بصنعيتك أنت شغل في المصنع الفلاني أو في المدينة الفلانية هتجي تقول لا ده المبلغ 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 سوائر تمام وإحنا كده داخل مصر تعال كده اجمع بقى حبام الشباب شوية شباب كده اجمعهم قولهم أنا جايب لك وشغل في مثلا في هولندا في أمستردام هيقول لك هروح وهشتغل بأي هشتغل أي حاجة طب تشتغل أي حاجة في بلدك أستاذ خالد في حاجة شباب بتوجيه اليوم أنه في زل الحرب المكيمة بين دولة أوكرانيا وروسيا فالناس بتقول لك إيه إحنا مستنين الأوكرانيين يجوا يشرفونا هنا يعني أنا أحب أقول كلمة لأي شاب بيستنع ده 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 تموح الشعب المصري ده تموح الشعب المصري أحب أقول بس كلمة للشباب اللي هي بتصطنع على الموضوع ده نقوله للسياد المشاهد نحب نقول للراجل اللي بيقول لك أنا مستنين الأوكرانيين عشان نتجوز واحدة واثنين وتلاتة كف المصري يا حبيب قلبي وبعد كده دور على الأوكرانية أنت حضرتك بتواجه مشاكل ياما في حياتك بتواجه مشاكل كتير فحل مشاكلك وبعد كده دور على الأوكرانية بقى الروسية البرازيلية والله يا أستاذ محمد والله هي دي المشكلة إن حتى الشاب وهو لسه طالع برضه عايز يبقى غني عايز يطلع على طول مش عايز يتسلم فيه سلم لازم هتطلعه لا هو مش عايز يطلعه يعني أي حد مثلا بيجي يشتغل طب أنا هشتغل كم ساعة لا طب ما تشتغل اشتغل كم ساعة اشتغل كم ساعة حد ما يبقى معاك إن انت ما تشتغلش إن انت شغل هدايا ونتعت هل الحرب المكيمة في روسيا وأوكرانيا مش لها تأثير كبير جدا على الاقتصاد العالمي مش الاقتصاد المصري لا لها تأثير كدير لها تأثير كبير طبعا فإحنا بنقوله بنسبة مية في المية في أي حروب يا جماعة في دولة زي روسيا أو كده بيبقى لها تأثير كبير جدا على الاقتصاد في أي دولة يعني إحنا لو الله العظيم لو الحاجة بتغلى عندنا ربع جنيه فلو بره بتغلى بالخمسة دولار وبالعشرة دولار فإحنا ربنا سبحانه وتعالى رحمنا برحمته والله العظيم بجده دي حاجة ما نقدرش ننكره إحنا بس كل بنحب نشكر في برنامج ابن البلد السيد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي الأب والأخ والصديق لكل شاب في مصر راجل مننا وراجل والله العظيم إحنا بنبرنامج ابن البلد بنقولك اللي إحنا كل يوم ورا يوم بنحس بإمتك وبنحس أنت قد إيه يعني عايشنا في أمن وأمان وبجده حمينة تحياتنا من برنامج ابن البلد للكيادة السياسية حكيمة أمن وأمان واستكرار أهم حاجة لاستكرار تدراتي لبي عاملة إزاي وسوريا عاملة إزاي مفيش استكرار مفيش استكرار إحنا البلد الوحيدة العرب اللي إحنا الحمد لله رب العالمين نعمة الأمن والأمان لا يعوضها مال نعمة الأمن والأمان ولا أكل ولا شرب ولا فلوس ولا دنيا نعمة الأمن والأمان بنشكر عليها كل فرد من رجال الجيش المصري ورجال الشرطة المصرية ورجال الأمن الوطني المحترمين المكافحين من أجل هذا الوطن العظيم صح يا أستاذ محمد هل نقدر ننكر جهود الكيادة السياسية الحكيمة وجهود الشرطة المصرية وجهود الجيش المصري وجهود الأمن الوطني لحماية هذا الوطن لا طبعا لأن شغلك مش حيمشي طبعا ما فيش أمان السوق أصلا لما يبقاش فيه أمان ما بيبقى زي ما حصل أيام الصورة وزي ما حصل في الكلام ده كان ما فيش حد بيشتغل ما فيش حد بيعمل حاجة فأنت بتبقى نايم في البيت ومخزنك في أمان محلاتك في أمان شركتك في أمان كل ده في أمان بداعتك اللي بتيجي بتيجي في أمان بتيجي في أمان في أيام الصورة لو أنت فيه بداعة جايلك من برد أو جايلك على عربية هل كان بتوصل لك؟ لا طبعا ده أصل لو كتوصلت العربية بالسواق أصلا فعلا لكن انت دلوقتي فيه امن فيه استقرار فيه كل حاجة كويسة في البلد احنا ليه ما نستمرش كل حاجة كويسة في البلد ليه ما نشتغلش في البلد وانا وانا فيه حاجة رسالة كنت عايز اوصلها للناس الناس يقامة بتشوف ناس الناس لا تشحت في الشوارع وتمدي ايديها لدول ده والله العظيم اللي بيشحت في الشارع وبيخش المحلات يمدي ايده للناس ده اغنى منك ومني ده بيروح له كل يوم بألف جني بألفين جني ده الربح السهل والربح السريع احنا بنقول يا جماعة وانا بقولها كلمة وانا اللي مسؤول عليها كمقدم برنامج مفيش حد في مصر بلد المسكورة في القرآن اكتر من مرة بيبات من غير عشاء نشكر كل فرد في مصر نشكر كل مواطن يعلم جيدا ما هي مصر نشكر كل مواطن بيخاف على بلده بيخاف على بلده بيخاف على جيشه بيحترم شرطته وعايز بجد احنا بالذات احنا المصريين ما عندما بنتفككش احنا بنفضله روح وقلب ويد وحدة احنا يا جماعة قوتنا في وحدتنا كمصريين قوتنا في وحدتنا والله طبعا سيد اسلام واللي حدارك بتتكلم عليه طبعا النقطة مهمة جدا جدا بس المشكلة ان الشباب برضو مش عايز يشتغل ايوة المشكلة ان الشباب زي ما قلت حضرتك انا عايز ابقى غني مياه وحدة طب انت استحملت ايه عشان تبقى غني طب انت شقيت في ايه عشان تبقى غني طب انت اشتغلت كم ساعة في كام يوم عشان تبقى غني لأ ما انت مفروض تتعب ومفروض تشقى والمفروض يعني التعب ده ربنا حيجزيك عليه خير اول شغلة اشتغلتك هاتيه اوه ساز محمد انا اول شغلة اشتغلتها اول شغلة اشتغلتها شيال شيال كنت بتشيل ايه كنت بتشيل سمك وبعد كده بعد كده طبعا كزا حاجة دخلت في كزا مجال برضو شغلة برضو وشيال برضو اهوة مش عارف ايه وحدة وحدة لحد ما عرفتك اول مبلغ ان انا افتح مشروع عندما انا شايت في الاول جدا واشتغلت في كزا حاجة عشان اعرف اوصل ان انا يبقى معايا مبلغ في وقت قليل من تعب ومن شغل حاجة ما تقلش مني حاجة شغلة برضو حاجة تشرف ايا كان الشغلة ايه معاش رأس والكلام الفادي اللي بيتعامل دلوقتي ده استسهل الربح استسهل الربح انت اول شغلة اشتغلتها واستسخلت كات ايه ويا ريت يا جماعة ما نتحرك سم الشغلة المشاهدين خالص بالفضل والشغلة اصلا انا مش عيب وما فيش احراج من الشغلة خالص اه هي اول شغلة اشتغلتها كنت بيعها اه بتبيع ايه انا كنت بيع كياس كياس اه كياس انت سوز الاسلام عمد تسألنا انت شغلتها كنت بروح بالليل ايدي دي بايزة من كتر السابون وكان محل خالي وبعد كده كان عمي فاتح مطعم في كيلو اربعة وثمانين في السحل الشمالي فما رحت قلتنا انا عايزة اشتغل كات معاي بقى اللي هو اشغلني مدير مدير اخرك هتخش المطبخ وتخسل صحون فاول ما دخلت غسلت الصحون ايدي دي متعورة دي اتاني حاجة اشتغلت بقى انت اشتغلت الشيال انا كنت شغال عند واحد اسمه محمد البخشوان في شارعة السكة الجديدة في المنشية كنت باشيل بالست قراتين لحمة على كتفة وخش دخلهم العنبر في التلج وفي السقعة كل ده عشان لما اكبر ويبقى ليه هدف الناس ما تقولش ده كان بيشتغل بيجيب فلوسهم الحرام حد الله ما بيننا وما بين الحرام اه حضرتك بقى لو ما كنتش اشتغلت الشغلانات دي ما كانش زمانك قاعد هنا دلوقتي يعني لو ما كنتش تعبت وشقيت في الكلام ده لا ما كنتش ما كانش يوبنا كاف اكد انت يبقى مكان حضرتك هنا ايه باينة وصريحة لكل مجتهد نصيب ويا جماعة على نواياكم ترزكون ربنا سبحانه وتعالى بيدي كل واحد على قد نيته يعني الرجل ده كان بيبيع كياس وده كان شهيال وانا كنت شهيال واشتغلت نجار اشتغلت كوارباء وصوارات في ليبيا كنت مسافر مع ابوه كان الرجل صاحب العمل اللي انا كنتشغال معايا استاذ اسم محمد كان بيحدفني بالمارش المارش كان في ليبيا اسمه موتورينو بيحدفني بالحاجة والله يا العظيم فعشان كده انا لما جبرت وبقت حاجة بقت بدعي ربنا اقول له ربنا انا باشكرك يا رب باشكرك يا رب اللي انت حققتيلي حلمي حققتيلي حاجة انا كان نفسي فيها واكيد كلنا ربنا جزاك يعني ربنا جزاك بالعمل ده مش لازم حتتجزاك في ساعتها مش لازم حشقة وحطعب ايدا ده بنا مش لا ما وصلتش لللي في دماغي او ما وصلتش لنا عايزه لا ازبه لا ازبه لا ازبه السريعة استاذ محمد بقى عبارة عن ايه اللي انت حضرتك شاب ما عنديش طموح لا انا طموحي كالقاتي طموحي اللي انا شوف ايه الحاجات التفهة اللي جوايا وروح مطلقها في فيديو على تيك توك او كواي او على اليوتيوب والم منها فلوس هل ده طموح شاب ممكن يبني بيت او يفتح بيت او يجيب عيال عيالك عيتولده اهدفهم ايه عيال شايفين القب بيعمل فيديوهات على تيك توك رأس وفيديوهات لا تليق بالمجتمع اللي احنا عايشين فيه اكيد هو عايب امثال زيك بالزبط بابا بيوروس انا رأيه ازاي بابا صحيح عزيز محمد طبعا يعني وبعدين انت هتعمل كده اصلا عشان تكسب تكسب ربح في وقت قصير طيب انت ربح اللي هتكسبه ده عايز افتح بيت اصلا عايز افتح بيت والدنيا والحياة طب انت هتفتح بيت بنان على ايه انا في فيديو كنت ارجو اللي انت واستاذ خالد تعلقوا عليه بصفة شخصية كمواطن عايش مع الناس وعندك عمال في شركتك وبتعلق عليهم وبتشوفوا العمال بتاعتك يا ريت الكنترول فريق الاعداد من فضلكم جهزوا لنا الفيديو اللي عندكم بتاعتك الفيديوهات بتاعتك تيك توك فيديو فيديو كده وعنعلق عليه توي من فضلكم موما ده انا عايز اكر كسري من حد الحروني علشان احنا رقم واحد في اسكندرية حاجب لك كشر من عند الحروني يا نورة عينية يا دنياتي كما نومون ارمي اوجاعك هتيها عل وجع فنم واقوم وانت مشيت سوق فيها انت افعه ولا الحاوي لازم ألعبك يا خبيسة عل مرارو الشري ما تهسك والصلاة هي البيت جمد طب الراحة وحدة وحدة نحن بقى كلنا نشوف يا فين بنت في مدرسة المدرسين روحوا وصحابها مشهم الفصل وهي واضي وحش الكون اهو كمان يعني حاجة غريبة جدا واحدة طرح هتقولك وحش الكون ما يهموش اي حدو حاجة لا تليق بجد او انت بيزع او ده عيل بيحدف كياس موها على الناس وهي بيعمل محتوى بيجيب مشنادات بالملايين يبقى احنا كشباب كبنات بنموتوا في حاجة اسمها تفاعة التعليق ديكو استاذ محمد اتفضل علق على هذا الموقف اللي زي لايه ليه بكل بيت في مصر والله استاذ اسلام يعني انا بالنسبة للفيديوهات دي يعني لو بنت اللي بتعمل الفيديو ده فده متوقف على التربية وعلى الجلة اللي مفروض في البيت يعني لو فيه الجلة في البيت مش هتشوف فيديو زي ده اما بالنسبة للشباب اللي بتعمل فيديوهات زي دي برضو لا الشباب دي عايزة تكسب بفلوس وخلاص طلع يهزق نفسه عشانك سبيعي لو عامله على سبيب المسحة أو على سبيب الهزار أو على سبيب الضح ما تعليقك على الست اللي عمرها لا يقل عند 85-90 سنة وعمل فيديو على التيك توك وابن بيتها بيخليها ترقص ما تعليقك على هذا الفيديو سيد محمد والله انا تعليق على ابن بيتها تعليق مش عليها هي لان هي موضوع ستة كبيرة ممكن تكون عايزة تراضي تراضي ابن اختار يا حبيبي احترم الستة الكبيرة اللي مربياكم علماك ودي ستة تتشالفق الراس ستة تطلعها بصورة تليق بيها وشايماء وقلة أدب وفي الآخر عيل طلع بيدار على بطة يعني يا ريتو بيدار على واحدة فعلا اسمها شايماء ده عيل بيدار على بطة ولا على فرخة ولا على وزة فرخة على بطة يعني حاجة غريبة والفيديو محققة ستة واربعين مليون مشاهدة وتيجي انت تعمل برنامج وتتكلم وتعمل ما بين اليأس والنجاح كسة كفاح تلاقي نفسك جاب الفين تلات تلاف مشاهدة ليه؟ عشان الناس بتدور على الحاجات التفهة وتيجي تعلق عليها يا جماعة ادعموا الناس اللي بتقدم محتوى يليق بيكم ادعموا الناس اللي بتقدم محتوى بيخش بيوتكم بالخير وبيخش بيوتكم يعلم اطفالكم ويعلم اكبركم ويعلمكم انتو كمان اهداف تطلعوا بيها وتنفعوا نفسيكم صح يا سيد محمد؟ حدري بتتكلم طبعا صح جدا جدا لان مهما هيكسب ومهما هيطلع له فلوس من الموضوع ده مش هيطول يعني هياخد شهر هياخد سنة هياخد وقته وفي الاخر هو شكله ايه قدام اهله قدام الاسر اللي عايز يبنيها ان هو كده بيهزق نفسه بس اقتراحتكم واتصالاتكم في برنامج ابن البلد يا ريت الناس اللي شايفي الارقام تتصل واي حد عيتصل عن رد عليه على طول وانا قايل قبل ما خش الفريل اعداد بتاعنا اي مكالمة تيجي يدخلها لي على طول مباشر على الهواء احنا عايزين ناخده عراء الناس عايزين ناخده كل واحد عنده اي حاجة ممكن يقدمها لنا في برنامج ابن البلد ومعانا ديوف محترمين ديوف مصقفين سواء الاستاذ محمد راجل مكافح راجل بنا نفسه من لا شيء بقى اتجوز وجاب عيال وبقى راجل محترم وربه اسره محترم والده بيتبهها بيه والدته بتتبهها بيه عشان هو شخصية مشرفة مش لأهله بس شخصية مشرفة لكل مواطن مصري بيقدر النجاح ويقدر الكفاح بتاع الشباب بجد والله انا هتشرفته والله ان انا جيت لقاء مع حضرتك انا اللي تشرفت انا بتشرف بكل شاب تموح عند تموح بتشرف بكل شاب بجد بيحب بلده بيخاف على مؤسسات بلده ايوة معنا سيد من اسكين معنا منين يا فنم السلام عليكم استاذ السيد مساء النور على حضرتك يا فنم كل سنة وحضرتك بخير يا فنم الله يكرمك استاذ السيد عندك اي تعليق علينا اللي احنا اخطأنا في حاجة او قلنا كلمة ما عجبتش حضرتك او احنا برنامج مشكو اي حاجة احنا هنقبالها منك بصدر رحم بصراحة فضل كل ناس مننا ربنا يخليك من الناس الطيبين بتاع زمان اللي احنا اتربنا عليهم الله يخليك تمام من الناس الكويسة الله يخليك فأنا برضك انا برضك من الفئة دي ربنا يخليك بص يا استاذ السيد انت شرف لنا كلنا وشرف لاي مواطن مصري بسيط جميل طيب احنا بنحترم جدا الفئة دي احنا منها لنا الشرف اللي احنا علينا ناس غلابة وعلينا ناس فقرة طيبين على قد حالهم تحياتي ليك وربنا يا رب يجعله شهر شعبان خير وبركة عليك وعلى الاسرة الكريمة وكل سنة حضرتك بخير شكرا يا فن شاف الراجل بيقولك ايه انا حاسس لنته بجد مني تحب تقوله ايه والله احنا احنا كلنا من بعض وهو شكله واجل شقيان زينا يعني هو طبعا قالك الكلمة دي بهو واجل شقة وتعب شقة وتعب واكيد ربنا كلمة اي مدخلة لو سمحتم معانا محمود محمود منين معانا محمود من سواج مساء الخير يا استاذ محمود عليك ولا اهل سواج الطيبين المحترمين من سواج يا فن اهلا بيك واهلا باهل سواج الطيبين يا فن منين من سواج يا محمود الله يخليك يا فن يا رب عامل يا استاذ اكبرك ايه ما تعليقك على برنامج ابن البلد وديوف برنامج ابن البلد والحوار اللي احنا كنا بنتكلم فيه يا فن بكل صراحة والله يا فندم هو البرنامج طبعا حاجة شرف لنا والكل شباب مصر وحاجة كويسة يعني احنا نتشرف بيكم نتعلم منكم وأخواتنا الكبار طبعا اللي احنا نبقى حاجة في مصر حاجة كويسة يعني كل الشاب يكتاج ويتعب وزي الأخواتنا اللي احنا شوفناهم في البرنامج طبعا وقبرنا نخليهم لينا وابقى يعني الشاب كله واريت يعني ببرنامج كده على طول يعني كله استفاد منه من القلب للقلب يا فندم نحن لا نصطنع الكلام لنقوله لنقول للسيدة المشاهد كلام مصطنع احنا البرنامج الوحيد في مصر ولنا الشرف ان برنامج ابن البلد برنامج ارتجاه ليمية في المية من القلب للقلب معاك يا استاذ مفضل شكرا يا استاذ محمد شكرا المكالمة فاصلت شكرا وجه كلمة لأهل السعيد أهلك وأهل بلدك ده أهل السعيد دول يعني احنا اصلا من السعيد من سهاج من ساجلتا من حاجة بوليلا واحنا من بيتا بوليلا فطبعا أهل السعيد يعني احنا تعلمنا يعني ايه وجولة ويعني ايه أصول ويعني ايه أدب نفضل المكالمة دي ونرجعه تاني لما مصر معانا نجلاء من اسكندرية مساء الخير يا استاذ نجلاء مساء النور الله يخليك يا فندم يا رب اتفضلي أنا بنت عمو وأخويا طبعا في الأول وفي الأسر ده استاذ محمد وأنا عايزة أنا والله منكتر فرحتي بي طب ممكن أقول لحضرتك على حاجة قبل ما نتكلم على فرحيتك بأستاذ محمد الصدر بأمانة وبكل صراحة ومن غير مجملات عشان احنا في برنامج ابن البلد لا نقبل المجملات ما رأيك في البرنامج وما رأيك في الحوار اللي احنا بنتكلم فيه بكل صراحة بصراحة أول مرة أشوفي البرنامج ويعني وأطابقه وكده بس فعلا حضرتك يعني ابن البلد فعلا بجد وبتتكلم بكل صراحة ومفيش أي كلام كده أو كده يرع بتتكلم حضرتك بكل صراحة بس أنا بصراحة كنت فرحتي بمحمد معاك بأمحمد فروح لفرحتك فروح لفرحتك مستاذ محمد أنا أول مرة أقعد معا النهاردة أنت قريبته وعرفاه تمام؟ مستاذ محمد أنا جبته وعرفته صفاته كلها راجل خفيف الزل طيب راجل لا يستنع الكلام راجل محترم وفي كل صفات الشاب التموح وإحنا قلنا مرارا وتكرارا وتبقى حلقات سابقة على اليوتيوب من برنامج ابن البلد نحن لا نقبل بأي ديوف في برنامج ابن البلد إحنا بنجوب ديوف بتحب بلدها عندها فتموح عمرنا ما جبنا حد بيوقص في التيك توك برنامج ابن البلد عمرنا ما جبنا حد بيغني مهرجانات في برنامج ابن البلد ولينا صابكة صابكة أعمال من سنتين فاتوا أستاذ محمد أقول كلمة بقى النجلاء أستاذ محمد كلمة النجلاء ووالد نجلاء ومامة نجلاء وكل عائلتك الناس المحترمين ربنا أخليك يا رب ما هي عائلتي دي اللي أنا بشرب بها في أي حتة طبعاً وهم أكتر ناس يعني يشافوا الحمد لله الواحد شاء أزاي وتعب ازاي عشان يوصل للهور وصل له الحمد لله معانا مد bedeutet بسم الله ماشا الله معانا مصطفى بن اسكندرية مساء الخير يا أستاذ مصطفى سلام ورحمة الله وبركاته ما رأيك برنامج ابن البلد اجهو برنامج ابن البلد بكل صلاحها وطبعا محمد فتوح منور الدنيا كلها يبناك يا خديد انا مكتبض من خلق ايه ده بقى ده محمد احنا عايزة احنا عايزة احنا عايزة بص ثانية واحدة بس كصمت بالله العليه العظيم اللي انا مفيش حد من الكنترول او فريق اعداد برنامج ابن البلد بيتصل بالناس دي الناس دي شايفها الاركام على الشاشة اولي بتتصل انا عدت ساعة بتتصل والله ساعة بتتصل والله ساعة بتتصل بي تمام واجه كلمه لو استاذ محمد هل استاذ محمد في كل كلمة قالها لنا استنعلنا كلام او كذب علينا فحرف لا ماقولكش يعني ماقولكش حاجات كتير قوي ايه زي ايه بقى ابتحوا بس بسند للعيلة كلها يبنا يخليك يبنا مصطفى ده حقونا الكبير كلنا اللي احنا بنتشرفه بيه من الطبه قدامينا يبنا يخليك احنا تشرفنا بص يا فندم احنا تشرفنا بيك اتشرفنا بالعيلة الجميلة اللزيزة المحترمة المثقفة الطيبين. الناس الطيبين. ولاد البلد المحترمين. ونشوفك بقى في مكالمة اخرى في حلقة تانية. باي باي. معنا مكالمات تانية يا جماعة. مفيش? يعني مفيش حد بكده. ايه رأيات? العيلة مع العيلة. يعني كده مفيش حد. يعني انا مفيش ماليش كلات خيارة. ما اكتر يا ناس. يعني مفيش واحدة بتتخلصك. كانت تعمل تكفية جماعة. لا ما اكتر الناس. معنا هنقمن ليبيا يا رو. السلام عليكم استاذا هنقم سالخير يا فندي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي الاهل ليبيا الطيبين المحترمين المثقفين. الله يشليك طبعا. الله يستيقى سعيدك. محمد فتوح جاني على التعريب. ايه دا انت وصلت. يا ربي. يا ربي. يا ربي. يا ربي. يا ربي. يا ربي. و هي في المسابة بنتي يعني. وطبعا كلنا متشرفين بي. اشتروش جو في ليبيا يا فندم. ان شاء الله يكون باهي الجو هناك. باهي تمام يا مي. باهي باهي. باهي باهي. على فكرة انا كنت قاعد في ليبيا وكنت روحت بني غازي وروحت تبرك وروحت سوسا. نحن منتربت والله. طبعا محمد ده حبيبي العيلة وكانت اختي غير حماع يعني. ده محمد وقام لنا. من ليبيا ونسايبي. نحب نقول الكلمة الليبيا. اللهم احفظ ليبيا وشعب ليبيا واهل ليبيا الطيبين. اللهم احفظ العرب كلهم في كل مكان. اللهم مبعد الغرب على ليبيا واحفظها يا رب العالمين. والسلام عليكم ماي باي. نرسي 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 تحياتي الان لليبيا. معانا مدخلات تانية يا جماعة. اكمل اي رائيك اننا جبت لنا ليبيا. وشوعة جبنا زي. شوعة نخش في تونس. وخلاص كده احنا خلاص البرنامج هم جمع برنامج ابن البلد ابن العرب. ابن العرب. ابن العرب. ابن العرب. يا فيه مدخلات تاني كتير النهاردة من برنامج ابن البلد. احنا نتنا النهاردة بن. مين? عمر من اسكندرية مساء الخير يا استاذ عمر. السلام عليكم. ازاي يا حضرتك يا فندم وما رأيك في برنامج ابن البلد وديو في برنامج ابن البلد. عمر خلاص. والله يعني برنامج محترم جدا بس فتوحنا ثاني على فكرة. فتوح تاني يا مره يا ربي. اسكندرية كلها تكلمة. يا رئيس يا جماعة حد دي قلعني اللي بيس ده. لا. وطلعني برنا. ده اخويا التاني ده. ده اللي بتزل ده اخويا التاني. منورني عمورة والله العزيمة عمورة. ربنا خليك. تحياتي لحضرتك وتحياتي للأسرة الكريمة المحترمة اللي جابت شابه محترم زي حضرتك. ربنا خليك. فضل معك لانا. حبيب. ربنا خليك ده صحبي ده اخويا النقيب عمر خلف ده يعني اكتر من اخر الله. تحياتي لنقيب عمر خلف. تحياتي لنقيب عمر خلف. حبيبي. حبيبي استاذ عمر حبيبي عمر بيه? واتشرفت بيك في برنامج ابن البلد. البرنامج اللازي لا يصطنع على الكلام. حب مصر دايما. شكرا عمر بيه. شفت حبايبي ايه ما ازاي? كلمتين لعمر بي. شوفت حبايبي ازاي? لا ده عمر ده والله اكتر من اخ فعلا يعني عمر زيه زي احمد اخويا بالزبط يعني وعف جنبي زيه بس بعيد عن الشغل بقى. وعف جنبي في اي حاجة ومعايا في اي حاجة واحنا صحاب من واحنا صغيرين جدا. اه يعني اكتر من اخ. معانا مداخلة من كالو رمبور. من كالو رمبور? ايوة. استاذ محمد? لا مش موجود دلوقتي. لا اشتاجت كده لامبورجي. اتاز محمد جايب لنا جيبكم احترامين. شرفتنا النهاردة استاذ خالي. لا استاذ اسلام انت شرفتنا واحنا شرفنا استاذ محمد برضو. الشباب اللي بيحبوا البلد وبطموح. تمام? وآآ يعني بيعمل حاجات كويسة للبلد يعني مثلا لو كان بيصنع. معانا مفاجئة الاستاذ محمد فتوح. معانا الاستاذ احمد فتوح من اسكندرية مساء الخير يا عملاط. مساء الجمال عليك والرواءان والدلع ده انت تدلعت وتشخلع ده انت تزبط. ده انت سند وضهر وبص. وحاجة انت النهاردة خدت حاقك بزيادة. يا صواحي الجمال ده انت تشرفني وتشرف برنامج ابن البلد. وقناة السحة والجمال كلها من ورى بيكم ومن ورى بالايلة الجليلة الجميلة الكريمة دي. ربنا يخليك ده اخويا ده ابويا في اخويا. يا ربنا يخليك يا احمد يا ربنا يخليك. تماما. علمني كل حاجة والله العظيم. وبص يعني لو اتكلم لعمر كله مش هيقوله حق. انا انا عايز اقول لك كلمة عشان احنا معنا معنا وقت قليل من مردمج ابن البلد. استاذ محمد ده حافز عليه وخلي بالك عليه وحطه في عينيك. الاستاذ محمد ده لا يا انت اخوز زغير بس ما نساش ما نساش فضل ربنا ثم فضلك عليه ما نساش اللي انت كنت ظهر وسند وامان ليه الاستاذ محمد قالك ان ابني يتعود مراتي تتعود اخويا ما يتعودش انتو ظهر وسند لبعض لحد ما تحطوا دمكه في الطراب. خليكوا دايما بتحبوا بعض واقفوا جنب بعض. واحنتو كوتكو كعيلة محترمة ربت وعلمت وكبرت. كوتكو تحياتي للعيلة الكريمة الجميلة المحترمة. المثقفة عيلة ابو ليلة في كل الحياة الجمهورية. ربنا كنت معانا دي او نص. معانا مكالمة من نيجيريا الاستاذ محمد. ادياء او نص دي بتاعت الاستاذ محمد. ادياء او نص دي عايزك تقول فيها كل في نفسك. والله انا اول اصد محمد اتفضل. اتفضل يا شير. وانت في كسة كفاحك ونجاحك. ما قبلت لكش عواقب. قبلتني صبعا. ليه? قبلتني صبعا. ما هي العواقب الليزي مرد بها والظروف السيئة اللي انا مرد بها? والله الظروف السيئة اللي انا مرد بيها ان انا قابلني حاجات طبعا مشاكل اياما في الشغل. اه غير المشاكل اللي بتقابلك في الشغل. المشاكل هقول لحضرتك حاجة المشاكل دي. ان لم يكن لديك حاقد وحاسد فعلا ما انك فاش. فعلا ما انك فاش. والمشكلة ان هي غالبا بيطلع منك. اه. الحاسد والحاقد ده بيطلع منك. ما بيطلعش حتى جريب. لازم. لازم. لازم حد يكون حاقد وحاسد. ان لم يكن لديك حاقد وحاسد فعلا ما انك فاش. زي واحد كده كل شوية خروح يجيب حاجة يا صمصر. يروح يجيب حاجة يا اول ما افاشته ازعلان مني. ده واحد صاحبي ده. افاشته. جبته قلب عليها وشه مني. الوش الخشب. لا والله الحمد لله يعني ربنا كان مسهل لي كل حالة. عايز يعني نقفل تويه كده والارقام بتاعت البرنامج باسم البرنامج بالكلام من ده. وقول بقى تقولي البرنامج ابن البلد واسلام فهمي البسيط الجميل. والله انا اتشرفت بيك يا اسوز اسلام وانت فعلا من الشخصات المحترمة جدا 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 وتشرفت بالبرنامج وتشرفت باللحق خالد. مش كل محمد فهد لا مش اوي كده يعني. لا مش اوي كده. مش شبه محمد فهد خالد انا. وست البرنامج وست الاسلام برضو اخرين وبردو معددين البرنامج والاستاذ محمود. هو اهم حاجة اختت تتكت. قناة كلها ناس محترمة جدا. سادة المشاهدين في كل مكان في مصر. كان معكم اسلام فهمي من القناة العملاقة منذ تواجدها في عالم الاعلام من منذ 2007. من مدينة الانتاج الاعلامي مدينة ستة اكتوبر مدينة النجوم. اسلام فهمي وديوفه المحترمين من برنامج ابن البلد.